اهلا بكم مشاهدين في اخبار الساعة من العربية نستعدون اصدوا معكم ابرز المسجدات وفي العنوين روزيا تقول انها افشرت هجوما اوكرانيا بالمسيارات على شبه جزيرة القرم وكييف تسقط عشرين مسيارة روسية الحكومة السودانية تتهم كينيا بايواء الدعم السريع والاتحاد الاوربي يصف اغتيال والغرب دارفور بالمروع سلطانة عمان تعلن عن اتفاق وشيك بين ايران والولايات المتحدة لاطلاق صراحي امريكيين محتجزين في طهران لتطويق الصين في المحط الهادئ بابواجينيا الجديدة تسمح لجيش الامريكي باستخدام قواعدها العسكرية اهلا بكم مشاهدين اعلن سلاح الجو الاوكراني اسقاط صاروخ كروز وعشرين مسيارة اطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي جديد وقال الجيش الاوكراني ان القوات الاوكرانية تمكنت من اعتراض صاروخ من اصل اربعة اطلقتها روسيا من بحر قزوين فيما اصاب ثلاثة صواريخ منشآت صناعية في دينيبرو بيترويسك وسط البلاد من جهة اخرى مشاهدين اعلن حاكم شبه جزيرة القرم ان القوات الروسية اسقطت تسع مسيرات فوق اراضيها دون تسبب في خسائر في المقابل افادت السلطات في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا بوقوع هجوم بطائرات مسيرة اوكرانية قالت انها اسقطت تسعا منها واعلن رئيس جمهورية القرم سيرجي اكسينوف عن انفجار مسيرة في بلدة دوكوتشيفو التي تقع في وسط شبه جزيرة القرم ورغم عدم وقوع الاصابات افاد رئيس شبه الجزيرة بان نوافذ في عدد من المباني السكنية تحطمت بالفعل في البلدة على بعد اربعين كيلو مترا من سيم فيروبول قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مقابلة مع العربية حين العملية العسكرية في اوكرانيا تهدف لوقف اراقة الدماء في دونباس الذي استمر لثمانية اعوام واشارت زخاروفا الى ان عدة دول قدمت رؤيتها في مبادرات لحل الازمة الاوكرانية والمبادرة الصينية هي الاكثر تماشيا مع نهج موسكو الحرب في دونباس بدأت منذ ثمان سنوات بدأتها كييف بتوجيه دباباتها بعد ان قام الغرب والولايات المتحدة بالانقلاب في اوكرانيا قتل خلالها خمسة عشر الف شخص منهم عدد كبير من المدنيين بدأنا العملية العسكرية الخاصة من اجل ايقاف اراقة الدم لكن الغرب استغل هذه الازمة من اجل بدء حرب هجينة ضدنا ما يقومون به هو ضد اي دولة لها سياسة خارجية مستقلة لذلك سينتهي الهجوم الاوكراني المضاد بانتصارنا لاننا على الجانب الصحيح من التاريخ ولاننا ندافع عن القيم العائلية والحرية الصادقة الخالية من الشر والعنف وندافع عن كل ما يعتبر جزءا من حضارتنا قوام موسكو مشاهدين معنا مرئيسة العربية عبدالجواد دروش اهلا بك عبدالجواد واخر التفاصيل حول الوضع في شبه جزيرة القرم بعد هذه الهجمات التي تعرضت لها بالمسيارات الاوكرانية صباح الخير احمد نعم بالفعل صحيح ما ذكرت حاكمه بشبه جزيرة القرم سيرجي اكسونوف يتحدث عن اسقاط تسع مسيارات اوكرانية حلقت فوق شبه الجزيرة خلال الليلة الماضية يدور الحديث عن اسقاط ستة منها بضربات وسائل الدفاع الجوي هذا ما سمعه سكان المناطق الوسطى في شبه الجزيرة وقاموا بنشر مقاطع فيديو تظهر بعض الانفجارات في سماء المدينة ايضا طبعا تم التشويش على ثلاث مسيارات في المنطقة ذاتها وتم اسقاطها دون اللجوء لاستخدام وسائل الدفاع الجوي احدى المسيارات كما تتحدث المصادر الرسمية من هناك احمد تتحدث عن ان احدى المسيارات انما السقطات في مصادر الجزيرة ادت الى حدوث انفجار ما ادى الى تحطم الزجاج في العديد من المبانع ضرار طبعا مادية كما يدور الحديث لكن دون وقوع اي اضرار بشرية ليست هي المرة الاولى التي تتعرض بها شبه جزيرة الترمس وغيرها من تلك المناطق تتلقى ضربات عادة يعني خلال الاشهر الاخيرة الماضية خاصة عندما اصبحت المسيارات هي العنصر الاساسي واصبحت تلعب دور محوري في عملية الصرع بين موسكو وكيه لكن يعني تسع مسيارات في ليلة واحدة الكثير من سكان تلك المناطق تتحدثون عن ان هذا الرقم قد يكون قياسي اذا ما تم مقارنته بأيام اخرى اذا ما يدور الحديث عن منطقة في وسط شبه الجزيرة لذلك طبعا كما تتحدث المصادر الرسمية تم نشر العديد من وسائل الدفاع الجوي وهذا ما ادى الى تعطيل واسقاط هذا العدد من المسيارات احمد طيب عبدالجواد ايضا في موضوع عنده يصيل مصوبة توتر ما زال اخذا في التصاعد بين فاغنر وبين وزارة الدفاع الروسية ما اخر فصول هذه الخلافات بين الطرفين احمد يعني في اخر تصريحات مؤسس مجموعة فاغنر يفجيني بريدوجين استحدث بان عناصره وان مجموعته لن تذهب للتوقيع مع وزارة الدفاع البعض راح تحدث احمد بانها قد تكون محاولة من الدفاع لدمج هؤلاء المقاتلين بين العناصر المقاتلة في الجنوب الاوكراني لكن فاغنر ومؤسسها ايفجيني بريدوجين كشخص يمتلك شركة عسكرية خاصة تقوم بتنفيذ مهمات مقابل مبالغ مالذية لن يكون معني بهذا الموضوع لذلك سنحصل على الشرطين نعم طيب نحن سنكتفي بهذا القدر معك عبد الجواد ونعود إليك ربما في سياق نشرات مقبلة أعتذر منك وشكرا لك عبد الجواد الرشد المشاهدين ننتقل مباشرة إلى بروكسل وهذا الاجتماع لوزراء الدفاع النيتو وهذه الكلمة أيضا لوزير الدفاع الأمريكي تجاه أوكرانيا دائم ونحن نبقى متحدين وعزمين على إكمال مهمتنا ونستمر في التوجه الاستراتيجي لتأكد من أن أوكرانيا لديها القدرات لحماية مواطنيها وأراضيها وأيضا للسيطرة والانتصار على حملة بوتين وهذا يبين الأهداف وقد ركزنا على مساعدة أوكرانيا في حماية مواطنيها والبنى التحتية بالأصول الموجودة لديها من دفاعات جوية وتحسين المواطنين من أصل الهجمات الصاروخية هذه المجموعة ودعمها من أنظمة الدفاع تعزز قدرة أوكرانيا ونواصل البحث في تقديم الدفاعات الجوية والذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا لدفاع عن مواطنيها وكما نواصل تبني هذه المساعدات للتأقلم مع التغيرات على الأرض وإحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية في الاجتماع الماضي أعلننا عن مبادرة بقيادات دنمارك وهولندا لتقديم دفاعات جوية بما فيها الأف 16 كما نتطلّى لسماء مزيد عن تقدمكم اليوم ولاحقاً سنسمع من بولندا وألمانيا حول مهمة المحافظة على ما لدى أوكرانيا من دبابات وتحالفاتنا هي لتقديم التدريب والثاني هو لتقديم دبابات الليبرد وأود أن نشيد بأعضاء هذه المجموعة الذين بدأوا في تغطية الاحتياجات طويلة الأمد لقوات أوكرانيا وعلينا نضمن أن لديهم الدفاعات التي يحتاجونها لدفاع عن بلادهم من الاعتداءات المستقبلية من روسيا واليوم سنسمع من الجنرال كوبولي وعدد من زملائنا حول خطط التدريب وعملنا حول المساعدة في ساحة المعركة وبالتالي نعد أوكرانيا للوضع الراهن وتحدد مستقبل القوات المسلحة الأوكرانية سيداتي وسادتي أن الطموحات الإمبريالية للكرملين أدت لمعاناة الشعب الأوكراني بشكل ليس له نظير ونحن نشيد بأشجاعة والالتزام الأوكراني لدفاع عن وطنهم وأمنه نبقى متحدين وسنجتمع دائما لمواجهة التحديات والظروف المتغيرة ومعا سنقف مع أوكرانيا لطالما اعتاج الأمر والآن سنسمح لزملائنا في الإعلام أن يغادروا مشاهدين كنا معكم في متابعة لهذا الجانب من اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل وهذه الكلمة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين التي قال فيها إن طموحات روسية التي وصفها بالإمبريالية تتسبب في معاناة الشعب الأوكراني بشكل لا مثيل له وقال أيضا لويد أوستين سنواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة وكل الإمكانات الضرورية وضاف أيضا وزير الدفاع الأمريكي مشاهدين أن فاد بأن واشنطن مستمرة في دعم أوكرانيا بالأسلحة حتى الانتصار نشرت الشرطة الأوكرانية لقطات موثيرة تظهر عملية انتشال امرأة حية من تحت الأنقاض وقالت الشرطة إنها أنجدت امرأة ورجلا من تحت ركام مبان دمرتها الضربات الروسية على كلمة طورسك خلال عملية إنقاذ استمرت لعدة ساعات اشتركوا في القناة والمزيد مشاهدين من تفاصيل الحرب الأوكرانية الروسية مع الزميل فراز صلى وقت إليك فراز أهلا أحمد وكما تابعنا وضمن استراتيجية تماشى مع جغرافيا المواقع تحاول موسكو هذه المرة تدارك الخسائر التي تكبدتها قواتها في أوكرانيا بموافقتها على تجنيد الجيش للمجرمين لتعزيز خطوطها الدفاعية في ميدان الحرب التي تدخل عامها الثاني مجلس أنواب الروسية دوم أعطى موافقته الأولية على تشريع سيسمح لوزارة الدفاع بتوقيع عقود مع مجرمين مشتبه بهم أو مدانين للقتال في أوكرانيا وهنا سيحصل المقاتلون المتطوعون على جميع المزايا والضمانات التي تحصل عليها القوات النظامية بما في ذلك تقديم الدعم لهم ولعائلاتهم إذا أصيبوا أو قتلوا هذه الخطوة جاءت بعد مساع طويلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاول من خلالها إخضاع كل القوات الموالية لروسيا في أوكرانيا وذلك بمساعدة وزارة الدفاع وكذلك لإخضاع مجموعة فاغنر وفق تقرير صادر عن فينانشل تانس فالرئيس الروسي ومن خلال هذه الخطوة يسعى لإخضاع فاغنر لسلطة وزارة الدفاع دعما لمبادرة ياشويغو التي رفض مؤسس فاغنر يفجيني بريجوغين الانصياع لها حيث يواصل هو الآخر اتهامه لوزارة الدفاع الروسية بعرقلة إمداد قواته بالسلاح في ميدان المعركة وأيضا بالتخلي عن أراضي في منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا الخلاف إذن بات واضحا في العلم بين بوتين وطباخه في الفترة الأخيرة حيث اعتبر مؤسس فاغنر طلب وزارة الدفاع الروسية من المتطوعين بتوقيع عقود بأنه عار عندما شاركنا لأول مرة في هذه الحرب لم يقل أحد إننا سنكون مضطرين لتوقيع صفقات مع وزارة الدفاع الروسية لا أحد من مقاتلي فاغنر مستعد للسير في طريق العار هذا مرة أخرى لهذا السبب لا أحد منهم سيوقع العقود حرب التصريحات المضادة تزايدت بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية إنها وقعت عقدا مع مجموعة القوات الخاصة الشيشانية المعروفة باسم كتيبة أحمد وذلك بعد يوم من رفض بريغو جين توقيع على عقد مماثل يفجيني يعتبر مجموعته مفتاح القوة وهي التي حققت أكبر الانتصارات في الميدان فهو يواصل تعهده بعدم العمل تحت قيادة شويغو مشيرا أيضا إلى رغبة الجيش في إبعاد مجموعته عن ساحة المعركة في أوكرانيا ومع عودة الخلافات بين الجيش وجماعة فاغنر للواجهة من جديد تتزايد المخاوف والتساؤلات حول الاستراتيجية التي يمكن أن يلجأ إليها بوتين لتدارك الموقف واحتواء الوضع الذي يمكن أن يخرج عن السيطرة تتزايد المخاوف والتساؤلات حول حرب التصريحات البوضع بين زعيم فاغنر والجنرال شويغو ورفض عناصر فاغنر توقيع تعاقدات مع الجيش في القتال في أوكرانيا وسماح البرلمان الروسي المجرمين للقتال في أوكرانيا إلى جانب الجيش ينضم إلا مدينة سيفاستوبول بجيبه يزيز القرم أستاذ العلوم السياسية دكتور عمار قناة أهل بكتور عمار معنا في هذه الساعة الإخبارية بذلك أين تكمن الدوافع الحقيقية وراء لجوء الجيش الروسي أو وزارة الدفاع الروسية لتجنيد مدانين ومجرمين في صفوفها في هذا التوقيت هل الأمر مرتبط بشكل أو بآخر بالخلافات العميقة مع فاغنر؟ تحياتي سيد الكريم فيما يتعلق في هذا الخلاف الذي نشهده ويتداول منذ فترة هناك تدخيل طبعا في إعلان لما يحدث وذلك لتوظيفه سياسيا من خلال المنظومة الغربية ومن خلال كييف لكن في حقيقة الحال هناك بعض المناورات هناك بعض الامتيازات المادية والتي لا يريد أن يخسرها من خلال هذه العملية وكأن المسألة تبدو أنها سحب البساط من تحقيه هذه المسألة لا تروف له فلذلك نراه بالإعلان من خلال التصريحات النارية وهذه الهجومات لكن التصريحات أيضا بإعلان يدخل في مساحة أن لا يوجد تقريبا قوة الجيش الروسي والكل الاعتماد على قوات واغنر وغيرها لا أعتقد ذلك الساحة اليومية الساحة العسكرية على عدة جبهات وكانت فقط مناطة منطقة باخموتي بهذه المجموعة فنحن أمام مشهد آخر نرى الدخول الفعلي للجيش الروسي من خلال تدمير المعدات الأمريكية والفرنسية والألمانية وهذا كله بعد بدء أوكرانيا بعملية الهجوم المضاد والذي أنعته بالهجوم الانتحار عوفا دكتور عمر لكن إذا كانت الخلافات بين فاغنر والدفاع الروسي ترى فيها تطخيم إعلاميا لماذا استعانت إذا الدفاع الروسي بالمجرمين والمدانين في صفوفها سيد الكريم هذه القضية ليست فقط في روسيا ولا ننسى في فبراير من العام الماضي أيضا عندما أطلق زيلنسكي جميع المساجين من كل السجون وسلحهم بدون تدريب لم أحد يتكلم عن هذه القضية بما يتعلق في روسيا هذه فرصة للتكثير عن الجنوب كانت معتادة ومورشة حتى في الحرب العالمية الثانية وهي الحفاظ على القطاعات من العسكرية وأيضا يطاق الفرصة لهؤلاء المحكومين للدفاع عن وطنهم لكن هل يمكن التعويل عليهم في هذه المعارك هل يملكون عقيدة قتالية مثل الجيش الروسي ومثل القوات الأوكرانية في النهاية هم يواجهون جيشا نظاميا وهو الجيش الأوكراني سيد الكريم لا يمكن أن نقول بأن من يجند اليوم من هؤلاء المحكومين هو سيدهب فورا إلى الجبهة هناك حتى للمتطوعين هناك آليات تدريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر للتدريب العسكري ولن يزج بهم في المواقع الأمامية هذا سيعتبر أحد الأخطاء العسكرية لكن الجيش كما تعرف سيد الكريم هناك فئات هناك فرق مساندة إمدادات فلذلك لا يمكن القول بأنهم سيكونون وقودا على الجبهات التي نراها مستعرة اليوم شكرا لك الدكتور عمار قناة من سيفاستوبول في جزيزة القرن كنت معنا أستاذ علوم السياسية تحياتي مشاهدين ننتقل إلى سامو ترسبورغ وهذا المؤتمر الصحفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في الثاني عشر من يونيو كما قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بأنهم قاموا بإمداد الأسلحة والزخيرة والعربات المدرعة وكذلك قاموا بدعم زيادة الدعم اللوجيستي ربا أنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وما الذي يقومون به أو هذه كذبة حقيقية من قبلهم يقومون بإظهارها للعالم بالطبع الولايات المتحدة أيضا تقوم بصب الوقود على النار وفي نفس اليوم في الثاني عشر من يونيو قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن واشنطن مصممة على مواصلة تقديم أقصى دعم لأوكرانيا حتى تنجح في ساحة هذه المعركة ولكن الآن لديهم ربما هدف آخر وكما قاموا بالنطق به بأن هدفهم ربما هناك هو قتل عدد أكبر من الروس ولكنهم لا يقومون بإجراء إحصاءات حول ذلك لأن هؤلاء الناس يعتبرون بالنسبة لهم كمادة للاستهلاك فقط أو وقودا لحربهم بطبع بلينكن وعد بمساعدات جديدة وبالنسبة له من أجل أن تبدأ المفاوضات فأن الحل الوحيد لذلك هو قتل أكثر عدد أكبر من الروس فهذا الأسلوب وهذا التعامل لم يسبق له أن كان في أي وقت من قبل فالمخرجون السياسيون الذين يجلسون في البيت الأبيض هم الذين من يحركون كل هذه المسرحية وأداءها وبالطبع فأن كل الإمكانيات والفرص للقيام بإجراء المفاوضات النظام كييف هو من قام بتقويدها ومنعها فهذا النظام هو من قد منع نفسه من الوصول إلى تسوية أو إلى حل لهذا الوضع ففي أساء الحادي عشر من يونيو رئيس مكتب أوكرانيا بدلاك صرح بأنه في البداية لا توجد أي مخاطر بالنسبة لأوروبا أو لأوكرانيا وأن المفاوضات هذه ستكون بلا معنى وخطيرة بالنسبة لأوكرانيا وأوروبا ربما إذا كان هذا المنطق الذي يتحدثون به فأن هناك مجرى واضح وصريح ومعترف به عبر التاريخ في الحادي عشر من يونيو في يوم القديسيين في كييف السلطات أخذت بشريكس لافرا بشكل غير رسمي إذن مشاهدين كنا معكم في متابعة لهذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا نشتنا مستمرة مشاهدين أو فيها بعض الفاصل في شمال دارفور عشرات القتلى في اشتباكات عنيفة بمخيبة نازحين ودعبيرات أممية أهلا بكم مشاهدين من جديد عبرت الحكومة السودانية عن رفضها رئاسة كينا للجنة للجنة إيكاد المعنية بحل الأزمة في السودان والتي تمخضت عن قيمة هيجيبوت الأخيرة وقال مصدر الحكومي السوداني إن كينيا تؤوي متمرد الدعم السريع وتقدم المساندة لهم بحسب تعبيره وأصبح الطرفا غير محايد في الأزمة وأضاف أن الحكومة السودانية ستبلغ بل ستبلغ مجموعة إيكاد برفضها دانا سفير الاتحاد الأوروبي في السودان الإيرلندي إيدن أوهارا يغتيال والي غرب دارفور أمس ووصف حاجة القتل بالوحشي والمروع وقال التحالف السوداني الذي كان يرأسه الوالي خميس عبدالله أب بكر إن ميليشيا دعم السريع قامت بقتل الوالي في مدينة الجنينة واستنكرت السلوك الذي وصفته بأنه يتنافى مع المواثيق الدولية في التعامل مع الأسرع مقتل والي غرب دارفور في الجنينة وطرفا صراع في السودان يتهمان بعضهما الجيش السوداني أكد أن قوات الدعم السريع هي من اعتقلت واغتالت خميس عبدالله أبكر في عملية وحشية ندين حادثة الاغتيال ولا علاقة لوالي غرب دارفور بمجريات الصراع الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع أما مستشار قوات الدعم السريع عمران عبدالله حسن فحمل الجيش مسؤولية مقتل أبكر وقال إن السودان يعيش في حالة حرب ولا مكان آمن في دارفور عناصر متفلتة تقف خلف مقتل والي غرب دارفور من جهتها حركة العدل والمساواة السودانية تهمت ميليشيات مسلحة بالوقوف وراء الاغتيال أما التحالف السوداني فدع المجتمع الدولي للتحقيق في مقتل والي غرب دارفور وشدد على أنه يحتفظ بحق الرد أبكر كان قد ناشر وقف أطلاق النار في الجنينة وكشف تحت صوت الرصاص أن القتال الدائر دمر المدينة بأكملها مدير الإعلام في حكومة إقليم دارفور موسى داود صلت الضوء على الوضع الإنساني الصعب في الجنينة وأشار بدوره إلى أن عدد القتل خلال المواجهات بلغ أكثر من ألف شخص انتقلت الأزمة السودانية إذن شهر الثالث اليوم بعملية اعتقال واغتيال راح ضحيتها والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر وذلك وسط التبادل الاتهامات بين الجيش وقوة الدعم السريع بشأن من نفذ عملية الاغتيال نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من القاهرة مشاهدين معنا المحلل السياسي السوداني عمار عاوط أهلا بك سيد عمار بداية ما الذي يعنيه مقتل والي غرب دارفور في هذه المرحلة من الأزمة في السودان ومن الذي يتحمل مسؤولية مقتله مقتل الشهيد والي غرب دارفور صديقنا وأخانا الأكبر كبرت خميس عبدالجنرال خميس عبدالجنرال تئن تحت وطأة الحروقات وينعدام الاتصالات وتدمير المستشفيات وغيره الآن عندما تقول قوات التحالف السودانية أنها تحتفظ بحق الرد ذلك علينا أن نتوقع أن في الليامة الغادمة ربما تحدث أشياء ليست كريمة في حق السودانيين أو في حق الحرب لأنه لكل فعل رد فعل الغضب الذي يعتمر في قلوب الناس من شعب المساليت نتيجة للهجمات الممنهجة التي تتم عليهم والتي اضطرت الرئيس بحثة اليوني تامس للحديث مباشرة على أن ما يحدث في الجنينة يرقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولأول مرة الأمم المتحدة تلقي باتهام مبطن لقوات الدعم السريع عندما غالت أن المسؤولية تقع على قوات الدعم السريع في مدينة الجنينة كل ذلك لا ينزر بخير بأي حال من الأحوال وأننا ستكون هذه نقطة مفصلية في طريقة الصراع في دارفور وفي طريقة الصراع في السودان هل ترجح فرضية وقوف الدعم السريع وراء مقتل هذا الألوال السيد الوالي أم أن هناك أطراف أخرى ربما شاركت في هذه العملية لأن هناك بعض التحليلات التي تشير إلى ربما هناك تورط لأطراف دولية ترى مصلحتها في استمرار هذا النزاع والتوتر في السودان بغض النظر أصلا هذه الحرب إذا أتينا لك الأياد الأجنبية أو الدولية علينا أن نعود إلى اللحظة التي أغر فيها المجتمع الدولي خروج قوات يونمت التي رفضناها نحن كمراغبين وكإعلام وكسودانيين وغير ولكن كان الغرار هو أن تخرج قوات بحثة الأمم المتحدة يونمت والتي تم الاستعاد عنها بقوات حماية المدنيين في دارفور وهذه القوات أنت تعلم وأنا أعلم لم تقدم أي شيء طوال هذه الفترة التي دخلت فيها كانت المجازر مستمرة وغيره الطواطؤ الدولي ليس جديد على السودانيين أكثر من 30 يوما كانت تئم فيها جنينة ودارفور ولكن كان ليس هناك أحد يتحدث نحن نعلم الصراعات الإغليمية فرنسا أغانيس روسيا الولايات المتحدة أغانيس روسيا غير من الأياد الأجنبية التي تستغل الأوضاع الموجودة في السودان لكن المسؤولية مسؤولية الدعم السريع الدعم السريع هو المسؤول لأن الذين يصهرون في مقاطع الفيديو والذين تم تحديدهم بلا اسماء لحظة اعتقال هذا الوالي الذي غتل قدرا هؤلاء ينتمون لقوات الدعم السريع لديهم رتب عسكرية معروفة بل المحزن أن أحدهم هو جار السيد الوالي الذي يقتل هم جيران ومع ذلك بغض النظر على أنهم هل تم اختطافه بعد اعتقاله من قوات الدعم السريع هل أتت شياطين من الإنس والجن وغتلوه لكن المسؤولية تبقى أمام الشخص الذي يصهر في الفيديو وهو يقود الوالي إلى داخل المعتغل وهذه آخر صورة للوالي عليه أن يتحمل المسؤولية ليس هناك شخص آخر ولكن طبعا هذه القضايا تقرر فيها الجنائية وتغرر فيها التحقيقات الجنائية نحن في الإعلام نحكم بالظواهر بالشواهد وليس لدينا أدلة على ذلك لكن ما يجب أن يقوله الإنسان في هذه الفرصة على أصدقائنا في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الذين يعملون على وقف إطلاق النار مضاعفة جهودهم وليس ترك السودان والاستمرار في تعليق هذه المحادثات أو الذهاب بقضية السودان إلى مجاهل أفريغيا وضحت الفكرة وذلك أيضا هذه التحقيقات جميع تفرى تساؤلات حول استمارية هذه المفاوضات تفق المقبلة بين الجيش وقوات الدعم السلعة تذميكسيد عمار دهما الوقت وكالك من القاهرة كنت مع المحلل السياسي السوداني عمار والتحية يصوت البرلمان الأوروبي اليوم مشاهدين الخميس على مشروع قرار يدين استمار المعارك في السودان وخرق طرفي الصراع لاتفاقات وقف النار وكان الاتحاد الأوروبي هدد بفرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان لانتهاك القانون الإنساني الدولي وعرقلة عمل الفرق الأممية في إصايا المساعدة الإنسانية إضافة إلى إجبال أكثر من مليوني شخص على النزوح وفق تقارير أممية بعد تطورات الأخيرة في دارفور أعلان المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فريبو جراندي عن مقتل أكثر من مئة شخص امتشتباكات عنيفة دارت بمخيمات النازحين وحولها في مليات الشمال دارفور السودانية وحذر جراندي مشاهدين عبر حسابه على تويتر لنوجد تقارير مروعة عن عنف جنسي تجاه النساء والفتيات مؤكدا أن الوضع في ولاية شمال دارفور سيدفاقا ما لم تتفق أطراف النزاع على إنهاء القتال الذي يدمر السودان أرقام صادمة إذن كشف عنها المفاوض السامي الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فريبو جراندي تظهر اتفاعا غير مسبوق في عدد النازحين في العالم عفوا يتجاوز قصرا حاجز المئة مليون نشاهد التفاصيل مشاهدنا حروب متتالية وأزمات إنسانية متشابهة تجعل عملية النزوح ضرورة وليست خيارا بالنسبة لكثيرين لينزح قصرا إلى المناطق الأكثر أمانا نحو 110 ملايين شخص حول العالم مستوى قياسي يمثل أكبر قفزة سنوية على الإطلاق كشفت عنها مفوضية شؤون اللاجئين فهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها أعداد النازحين قصرا حاجز المئة مليون ربما تتذكر قبل عامين فقط أو ربما في العام الماضي عندما أعلننا لأول مرة أننا قد تجاوزنا مئة مليون نازح حسن، تمت إضافة عشرة بالمئة أكثر بالفعل إلى هذا الرقم إنه إدانة إلى حد بعيد لحالة عالمنا مفوضية اللاجئين كشفت في تقرير لها أن عدد النازحين زاد بنحو 19 مليون منذ 2019 ويرجع الأمر بصورة أساسية إلى صراع المستمر في السودان وأوكرانيا فكل شخص من بين كل 74 فردا حول العالم هو حاليا من النازحين تعددت أسباب ظاهرة النزوح القصري والمأساة واحدة فالبعض يهرب من الحروب العدائية أحيانا ومن الظروف المناخية أحيانا أخرى لدينا 110 ملايين شخص فروا بسبب الصراع والاضطهاد والتمييز والعنف وغالبا ما يختلطون بدوافع أخرى لا سيما تأثير تغير المناخ المستوى العالمي للنزوح القصري كان مستقرا على مدار العقدين الذين سبق الصراع السوري فقد بلغ عدد النازحين بحسب تقرير النزوح القصري عند 40 مليون لاجئ داخليا إلا أن المستوى يشهد ارتفاعا سنويا منذ ذلك الحين لتبقى النزاعات الدولية هي المحرك الأساسي لهذه القضايا الإنسانية قال وزير الخارجي العماني بدر البوسعيدي إن إيران والبلايات المتحدة تقتربان من وضع اللمسات النهائية على اتفاق بشأن إطلاق صراح أمريكيين محتجزين في طهران مشيرا إلى أن المسألة تنحصر في أمور فنية فقط وأوضح الوزير أن إيران لديها شروط أولها الإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمدة في بنوك كورية جنوبية بسبب عقوبات أمريكية وزير الخارجي العماني عبر عن تفاؤله حول الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في عام 2015 قائلا إن هناك أجواء إيجابية فيما يخص الملف النووي وأن بلاده تعتقد أن القيادة الإيرانية جادة بشأن التوصل إلى اتفاق مشاهدين ينضم إلينا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن أهل بك سيد وجدان معنا في هذه الساعة الإخبارية حتى وقت قريب كنا نتحدث عن فشل مفاوضات فيينا وصعوبة التوصل لاتفاق أمريكي إيراني في مثل هذه الظروف تصريحات وزير الخارجية العمانية الآن هل تعني أن هناك انفراجة ربما حدثت بين البلدين في هذه التفاهمات؟ تحياتي لك أستاذ أحمد والمتابعي قناة العربية الكرام لا أعتقد أن موضوع الاتفاقية 2015 يتم الحديث عنها وإنما هناك الحديث عن اتفاقية مواقتمة بين الجانبين الإيراني والأمريكي وأعتقد المرشد الإيراني رسم نوع هذه الاتفاقية حيث أعلن بأنه يجب أن لا يتم المساس بالبنية التحتية للمنشآت النووية الإيرانية بمعنى أن تبقى أجهزة الطرد المركزي وتقصيب اليورانيوم عالية التقصيب لإثبات الستين في المئة وأيضا الكمية الموجودة لذلك أعتقد أن هذه الاتفاقية ستكون اتفاقية مواقتة فقط ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تختص فقط حول أن إيران تقوم بتجميد عمل التقصيب بنسبة عالية لا يتجاوز النسبة الستين في المئة مقابل الإفراج عن السجناء الأمريكيين وأيضا في المقابل تحصل إيران على أموالها في العراق وكوريا الجنوبية وأعلان إيران بأن الحصول على مبلغ من أموالها ما يقارب ثلاثة مليار دورة من العراق أعتقد أنه بالفعل هذه الخطة تم العمل عليها والتوافق عليها بغية الإفراج عن السجناء الأمريكيين لكن في نهاية المطافة أعتقد أنه رغم أنه تفضل طيب أنا أعتذر منك على المقاطعة ذهما الوقت سيد وجدان كنت معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن شكرا جزيلا لك شهدين اتفاق أمني تاريخي قد يكون سلاحا أمريكيا الجديدا لتطويق الصين إذا حصلت الولايات المتحدة على حق استخدام قواعدة ومشآت عسكرية رئيسية في بابواجيني الجديدة دون عوائق الاتفاق مشاهدين الذي كان سريا قبل أن يعرض على برلمان بابواجيني الجديدة أخيرا سيسمح للولايات المتحدة بنشر قوات وسفن في المطارات الرئيسية بالإضافة إلى مواقع مثل قاعدة لومبورم البحرية في يزيرة مانوس وميناء بحري في العاصمة بورت موريسبي كما ينص على منح واشنطن حق الدخول بلا عراقي إلى المواقع من أجل تخزين مسبق لمعدات وإمدادات وعتاد فضلا عن منحها حق استخدام حصري لبعض القطاعات في القواعد التي يمكن أن تشهد أنشطة بنا وبذلك تكون بابواجيني الجديد الغاني بالموارد الطبيعية والقريبة من طرق الشحن الرئيسية لاعبا أساسيا في المواجهة دبلوماسية بين واشنطن وبكين ومن التوتر في المحيط الهادي إلى اختبار النوايا بين واشنطن وبكين حيث أكد مسؤول أمريكي في مكافحة المخدرة أن واشنطن ستسعى لتعزيز التعاون مع الصين لوقف دخول مادة الفنتانيل المخدرة إلى الولايات المتحدة قبيل زيارة لوزير خارجي أنتوني بلينكين إلى بكين وتعتبر هذه المادة من أخطأ المواد المخدرة التي تنتشر في الولايات المتحدة بعيدا عن السياسة، واشنطن تختبر نوايا بكين إدارة الرئيس جو بايدن أعلنتها صراحة وقررت تعزيز التعاون مع الصين لوقف دخول مادة الفنتانيل المخدرة إلى الولايات المتحدة بوندون قد يكون أساسيا على جدول أعمال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى بكين الفنتانيل مخدر صناعي أقوى من الهروين بما يصل إلى خمسين مرة يتم خلطه مع مخدرات غير قانونية أخرى معدل الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات زائدة من الفنتانيل ارتفع لأكثر من ثلاثة أمثاله بين عامي 2016 و2021 حسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها واشنطن تضع منع دخول المواد المستخدمة في صنع الفنتانيل القادمة من الصين ضمن أولوياتها غير أن المسؤولين الأميركيين يرون أن نظراءهم الصينيين لا يبدون حماسا كبيرا للتعاون بلينكين سيكون أكبر مسؤول بالحكومة الأميركية يزور الصين منذ تولي الرئيس بايدن السلطة بلال البجديني العربية مشاهدين هناك بواد انقسامات وخلافات حول خليفة أمين عام النيتو للمزيد من التفاصيل لدى زنميل فارس الصلواتي إليك فارس شكرا أحمد وكما قلت التصدعات والانقسامات تهدد أروقة حلف شمال الاطلسطي في المرحلة المقبلة والسبب اختيار خليفة للأمين العام يانس ستولتنبرغ الذي تنتهي ولايته في شهر أكتوبر المقبل وارس أبدأت تخوفها من منح المنصبي إلى مسؤول سكندنافي سكندنافي في الفترة المقبلة مشيرة بأن هذا يمكن أن يهدد بالموقع لحلف شمال الاطلسطي جاء هذا في وقت تحدث فيه مسؤولون أوروبيون على أن المرشحة الأبرز لمنصب الأمين العام القادم لحلف الناتو هي رئيسة الوزراء الدانيماركية وبالتالي ستواجه معارضة قوية من قبل بولندا وهذا ما يبرز الخلافات في الحلف بشأن مستقبله بعد أن اتحد في الفترة الماضية بخصوص الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية نلتقي هنا بينما تشن أوكرانيا هجوما مضادا كبيرا لا يزال في الأيام الأولى ولا نعرف إن كان سيمثل نقطة تحول في الحرب لكننا نرى أن الأوكرانيين يحرزون تقدما ويحررون المزيد من الأراضي نعلم أن المزيد من المكاسب تزيد قوة أوكرانيا على طاولة المفاوضات وورستر جورنال أشارت إلى أن معارضة بولندا لاختيار أمين عام جديد للحلف من دول الشمال التي تضم السويد الدانمارك النرويج تكمن في رغبتها في اختيار شخص من دول الجناح الشرقي للمنصب الأعلى بالحلف وأضف المسؤولون الغربيون أن المقاومة التي تبديها وارسو قد تحرم رئيسة وزراء الدانمارك من المنصب إذ يجب اختيار الأمين العام لحلف الناتو بإجماع الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 31 دولة وأشارت وورستر جورنال نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن بعض من دول الجناح الشرقي للناتو تتخوف من أن يقوض الترشح المحتمل لرئيسة وزراء الدانمارك احتجاجات الحلف في مواجهة روسيا وتعتقد بولندا أن الحلف يجب أن يبعث برسالة قوية إلى موسكو بتعين أمين عام لحلف الناتو ينحضر من إحدى الدول التي كانت ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي على الجانب الآخر تتخوف العديد من الدول الغربية من أن تنظر موسكو إلى ترشيح أمين عام من الجناح الشرقي باعتباره عملا استفزازيا لأنه يضع قيادة الحلف على أعتاب روسيا اشتركوا في القناة تبدأ اليوم جلسة المحاكمة الأولى لرئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو على خلفية اتهامه بالفساد بموجب تقارير صادرة عن وزارة الداخلية وشدد محامي عمدة اسطنبول سيرجان بولات في تصريحات العربية على أن هذه الدعوة دعوة إمام أوغلو الدعوة بحقه رفعت دون أي سند قانوني وضاف سيرجان بولات أن المسار الزمني لهذه المحاكمة سيكون طويلا وقد استمر على أقل تقدير لما يتراوح بين عام ونصف إلى عامين مؤكدا أن الدعوة كانت معلقة وأغلقت تحقيق بشأنها في السابق وأن أكرم إمام أوغلو لم يكن مسؤولا عن المناقصات التي لا تحمل توقيعه على الإطلاق وإلى جانب إمام أوغلو يمثل أيضا ستة متهمين آخرين في القضية نفسها حيال مزاعم فساد تتعلق بمناقصات يتهم عمدة أسطنبول على إثرها بهدري المال العام قبل سنوات في متابعات محاكمة ترامب التاريخية جاء تصريح جديد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فقد يعد بمثابة اعترافهم بعمق مشكلته القانونية حيث قال عبر منصته ترث سوشيال إن الكثير من الناس يقولون إن سرقة الأسرار النووية والعسكرية جريمة خطيرة للغاية مؤكدا أنه بصفته الرئيس المفضل لأمريكا قام بفرض قوانين الوثائق السرية بولايات المتحدة بقوة شديدة على حد وصفه كما اعتبر أنه عندما طلب مساعده والتناوتا حزم أوراقه الشخصية قبل مغادرته البيت الأبيض كان واثقا من أنه لن يضع أي أسرار نووية في الصناديق ترامب أشار أيضا إلى أن مساعده كرجل من البحرية يعرف أن هذا سيكون غير قانوني ويمكن حتى أن يقيعه في مشكلة مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يصدق مزاعم وزارة العدل حول أن مساعده فعل هذا التصرف وأنه سينتظر ما يقوله القاضي في خطوة متوقعة على نطاق واسع قرى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ يناير 2022 وبعدما رفع المركزية أمريكي معدلات الفائدة عشر مرات متتالية اعتبار من مارس 2022 صوتت لجنة تحديد معدلات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية مشاهدين دواء أوزنبيك لإنقاص الوزن منذ أشهر والدواء يتصدر محركات البحث والتريند على وسائل التلاصل الاجتماعي فقد أثنى المشاهير على مفعوله السحري وشارك أيضا مؤثر تيك توك تجاربهم المذهلة مع ما أدى إلى إقبال شديد على المنتج وفقدانه من الأسواق نتابع من يفكر بإنقاص وزنه فبالتأكيد صادفه الحديث عن هذا الدواء أوزنبيك منتج طبي مخصص لمرضى السكري شهد إقبالا جنونيا بحثا عن التنحيف ما أدى إلى فقدانه من الأسواق وإثارة قلق الأطباء للدواء السحري بدائل كدواء منجارو مثلا لكن البديل الذي يثير أكبر دجة الآن هو البديل الطبيعي الأرخص والمتاح بسهولة في الصيدريات وهو البيربراين أو المعروف بنيتشر أوزنبيك هكذا يقول الأطباء البيربراين يعتبره الباحثون مساعدا مكملا لعلاج حالات مثل تعديل ضغط الدم ومقاومة الأنسلين وتنظيم الكوليستيرول فهو مركب كيميائي مستخرج من نباتات مثل خاتم الذهب والبرباريس عادة يباع كمكمل غذائي في كابسولات مليئة بمصحوق أصفر اللون تم استخدام المركب في آسيا منذ أكثر من ألفي سنة وصار علاجا للشكاوى المعدية والمعوية وبحسب تأكيدات الخبراء فأنه قادر بالفعل على إنقاص الوزن لا بل إنه يحقق نتائج أكثر ضمانا من أزنبيك الذي لا تزال فعاليته مثار جدل وكونه منتجا فعالا بحسب الأطباء فهذا لا يغني عن بعض الآثار الجانبية الموثقة كالغثيان وارتفاع ضغط الدم وارتعاش اليدين والقدمين بالإضافة لتقلصات في الرحم لدى الحوامل البربراين بشكل عام مركب آمن هكذا تشير الدراسات لكن الخوف هو من تسويقه دون ضوابط وفي الخطاب مشاهدين بقي أن نذكر بأبرز العناويل روسيا تقول إنها تفشل بل إنها تفشل هجوما أوكرانيا بالمسيارات على جزيرة القرم وكييف تسقط عشرين مسيارة روسية الحكومة السودانية تتهم كينيا بإيواء دعم السريع والاتحاد الأوربي صفوغتي ألوالي غرب دارفور بالمروع سلطنة عمان تعلن عن انتفاق نوشيك لإطلاق صراحي أمريكيين محتجزين في طهران نهاية هذه الساعة الخبارية مشاهدين شكرا لكم حسن المتابعة وأكونوا بعافية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر